ويبدو أن هذا الصباح وصباحاً تقرر فيه للنساء ويبقى الضبور ضيوفاً وسعيدنا أن أشارك معكم في هذا اللقاء حيث أشغالي أول دورتي للمجلس الوطني لمنظمة النساء الأصارة والمعاصر بجدول أعمال الحامل بإمتزامها وعلى رأسها استكمال هكاة المكتب التلفيدي للمنظمة والمصدقة على النظام التأخير لها وانتهاء من تشكيل الأقطاب الموضوعاتية وهي الدورة التي تأتيه كذلك بعد عقد المؤتمر الوطني للمنظمة شهر مياه المصدر وكذلك مؤتمر الحزن المقبل في شعر فرها المنظمة والذي عقد في ظروف وأجواء النظامية عرفت نجاحات ظاهرة على جميع المستوحدة ورغم مشيئة الله تعالى في الوعق الصحي الطريق التي كانت قد ألبت به إلا أن قلبي وكل جمالي التي كانت مع مؤتمر إنا مكنتني من القدر على ذلك اللقاء الخاطف بكم في اليوم الماضي وكإسهام نيطالي من قيادة الحزن وتقديم كامل نأم هذه المنجاح محظة بالفعل كان مؤتمركم المؤتمر الوطني نسانيا بامتياز ومغيرا شكل لحظة انطلاقة حقيقية لمنظمة نسائل أصالة والمؤثر على سكة النضال الطبيعي التي يتظرنا جميعا لأجر بسوات وإنصاف القرار الإسهام في الجهد والإسهام في الجهد الوطن الغري لتحقيق القرار من شودة إرمان المغربية وإعطائها مكانتها الرفيعة التي تستحيلها أيضا الأخوات يأتي نقال دورة المجلس الوطني هاتي في أجواء دولية جد مقلقة حيث من استمرار مواجهات التداعيات السراري الجمستراتيجي والحرب القائمة بين روسيا وكورانيا إلى تفجر العدوان والاقتصاد على الأراضي الفلسطينية التي أعتقد جازئين أن تداعيتها ستؤثر إلى محل على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في مختلف أرجاء دول العالم نتيجة ظهور الأوضاع تطهر للأوضاع في قطاع غزة واعتباء عدة العنف التي تقود كل عمليات السلام بالمنطقة وحل غيام الدولتين بل أن تمادل القوات الإسرائيلية في المقش والتنكيد والاعتداءات السافرة على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني العزب وخرق مختلف القوانين الدولية والمساسي في مختلف القيام الإنسانية وارتكام جرائب حرب دولية على بسم أي مرأة من العالم باعتداءات مرفوضة ومدامة ستقود لمحال كل عمليات السلام بل سترفي بتداعياتها السلية لجميع إلا من تدخل المجتمع الدولي في أقرب الأوقات لوقف هذا العدوان السافر على شعب العزب وفي هذه الظروف المأساوية لا مدامك تذكر وهو نفكر أو على الأقل نصره مدام المطالبين العالم تكون برفع هذا العدوان أولا وأخيرا وقبل كل شيء على المارعة الفلسطينية نعقد هذا اللقاء في ظرفية دقيقة من تاريخ بلادنا حيث لا تزالت وجوه بلادنا تداعيات زلزال عنيف ضرب عدد من أقاليم المملكة مخالفة شهداء وزارحة وخسائر بدية لولا إرادة التضامن والبناء والتعاثر التي أظهرها الشعب المغنبي من قيادة جهنة الملك محمد السادس في ظه الله لكانت التداعيات أقرب لكن الملحمة تضامنية المطنية التي شهدتها بلادنا أطمرة التخفيف من مشاعر الأنم والأضرار وبعدت المطخرة والإعتزاز بالصورة المشرقة التي رسمها أبناء المملكة الغربية خارجة وداخل أرض الوطن بالتدخلات المطنية لقوات المسلحة الملكية التي تشرفها دائما وكذلك باقي القوات الأمنية ومختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنتخبين والسلطات العموبية وبالقدر التي نعلم بأن المرأة المغربية ساهمت بدورها وبقوة في تخفيف الآطار الزلزال بحلامها بعطائها التضامنية الفافرة بالقدر نفسه نقول بأنها قد تكون أكثر فئة اجتماعية ضررا في محمة الزلزال كما في جميع الكوارث الطبيعية والصحية فالنساء المغربية دائماً يتحمن عبءاً أكبر خلال الأزمات الاجتماعية كما حصل مثلاً خلال أزمة جائحة كورونا والأخيرة لذلك وجب الاهتمام لذلك وجب الاهتمام وضع يطلب أكثر في مناطق الزلزال وفي جميع تراب المملكة فلم يعد فلم يعد مقبولاً فلم يعد مقبولاً استمرار مماغر الحيف والأقصى والتهميش في حق الماركة 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 برنمانيين سياسيين ومنتخبين ومسؤولين مناضلات ومناضلين التعليق والتواصل المكتب والإسهام بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة للنهوض بأوضاع المغربية على جميع المستويات وأن تتحول قضية الماركة إلى خطية إنصاف كحق إنساني وتصبح إحدى الالتزامات الأخلاقية القبرى التي تتبنىها النخة والأحزان والمؤسسات ولذلك ذنبها خطها لنهوضاً وإن شاء الله أصيبه أيضاً أخوات مرة أخرى أستاذ أصحي بن جلال الملك محمد الثالث حفظ الله مرسال على وضع منا في القصر المغربية بكل مكوناتها على رأس الأولويات حيث بعد الإصلاح القبيل الذي باصرهم وسطاً بعد طلبه أرش أسلاف الميمين بفتح مناف إصلاح لونة القصر سنة 2004 وما كرست روحنا من طورة إصلاحية غير مسبوقة في بلادنا والمنطقة على مستوى النهوض بحقوق المرأة وصل لحقوق الأطفال والحفاظ على كرامة الإنسان ودعم دولة الحق والقنون وبناء المجتمع الديمقراطي مرة أخرى وفي عمق انشغالات بلادنا بتحديات وصنوبات مختلفة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ويئياً تنتصر الإعادة الإصلاحية الملكية ويضع حضر الله من جديد بلف الأسرة المغربية على رأس الأجاندة الإصلاحية بلادنا بعدما سجل حضر الله بشتجاعة كبيرة أن مدورة الأسرة المنطوق الملكي أن مدورة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي غارب عند تطبيقها القضائي ومواهمة واختضياتها مع تطول المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعين الوطني انتهى المنطوق الملكي ولافع كل لبس الذي قد يطار حول مرجعيات ومرتكزات هذا الإصلاح فقد حددها جلالة الملك في مبادئ العدل والمساواة مبادئ العدل والمساواة والتضامن والإنسجام النبعة من دين الإسلام الحريف وقد القيام الكونية المنبتقة من الانتفاقيات الدولية التي استطاقها لها مرحب عندها المدق الملكي وبهذا التوجيه الملكي السامي تكون خارجة طريق واضحة بالنسبة لنا ليس فقط من حزب الأصارة والمعاصرة وكن كذلك في منطقة نسائي حزب الأصارة والمعاصرة والذي سامي في هذا المرش المجتمعي المؤسس لأسرة مغربية قوية منصفة عادلة ومنسجمة والانتصار من المصاري الإصلاحية وماصقة لدك رأسة بلدنا والمتجرد نحو مستقبل السيارة الهوية المغربية في الزمن اختلال القيام الكونية كما أننا نقول على قدرة التركيبة الفكرية والمؤسسة المتنوع الجيال والذي ستشرف على هذا المشروع المجتمعي بشراكته مع المجتمع المدني والمفكرين والمختصين وإبداع مخترحات إصلاحية هامة ومنصفة تعكس روح التربية والأصارة المغربية واستطلع لرسم أفق الإنصاف والتحدي للأسرة وللمرأة وللمجتمع المغربية برماتيا لذلك نجد العوادنا لجميع الفعاليات السياسية والكوى الحية إلى اعتبار هذه اللحظة مكسباً وطنياً لجميع الشعب المغربية وفرصة لتطوير المجتمعين ومن تم ضرورة التركع عن السجال السياسوي والإيديولوجي الضيق والانتقال نحو رحل النقاش الهادي والحوار المطني المسؤول لإنتاج اقتراحات تتجاوز اختلالات والسلبيات الماضية التي يقرر الكل بموجودها والتطلع نحو مستقبل الظاهر لكل من الأصوات المغربية والمرأة المغربية أي تعد الماضي الآن؟ لا داعي أن أذكركم اليوم بأن خيار النظام من أجل تأييد وضعية المرأة المغربية كان من الإختيارات المذهبية لحزبنا منذ التأسيس باعتبارها حزباً حداتياً ومنفتحاً حزباً يؤمن بكونية حقوق الإنسان بما فيه المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي والاقتصادي والقانوني للنساء بما يحتمع لنا ضرورة الإنخلاط بالجدية المطوى لدعم القضاء العادلة للمرأة المغربية وعلى رأسها تغيير القوانين وتنزيل السياسات العمومية الناجعة والمقادرة على حالة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقافية للنساء لذلك وكما نتحمل قيادة الحزبهم المسؤولية الكاملة مع شركائنا الحكوميين في انتخاذ وتنفيذ التدابيع والقرارات الممكنة لتغيين وضعية المرأة وعدم الاختبال ورأيية المرأة بدءاً بتطبيق حزبنا للمناصبة في مناصب الدعينات الوزرية والتي كانت موضوع والتي كانت موضوع لقاشر بيننا وحدفة إنها لساعات القوى لأننا كنا نرغب وأن تكون هناك موضوع بين عدد الوزر وعدد الوزرات وبدأ بتطبيق حزبنا للمناصبة في مناصب التعلينات الوزرية إلى تقوية حضول المرأة المغربية في مناصب المسؤولية داخل القطاعات الحكومية التي ندبرها ندعوكم للنضاء بكل الوسائل ممكنة لتعزيز المشروع المجتمع الحديث المتفى حوله داخل البرنامج الحكومي لأننا نؤمن في الأصالة والمعذرة بأن مغرب الكرامة الذي ننشتره لن يتحقت إلا بتمكين وإنصاف المرأة المغربية يأتي عقد هذا اللقاء أيها السيدات في محطة جد هامة من تاليخ حزبنا نحن على بعد أربعة أشهر من عقد مؤتمرنا من الوطن الخامس فبرايب 2024 الذين اعتزموا جماعيا عقدهم في تاليخ المحطة في وضعية ضالية جد ديمقراطية وشفافة لذلك لا تطلع الإسهاد كنا الفاعل في الإعداد هذه هذا النقطمر الهامة وفي طبع جميع أشغاله بحضور كنا الوازن الذي سنحرص أن يتمثل كذلك في القرارات والأجهزة والتي سيفز المطمر فحضور كنا كما حضور المرأة المغربية في مختلف مواقع دائما يعزز من المضال والديمقراطية والحادثة وذلك نحن متاحون ونحن نتوجه جماعيا إلى هذه المحطة الحزبية بالحصيلة النظالية الجد المجريفة التي حققناها على مستوى حضور المرأة القاضية في مراكز القرار الحزبي بدءاً بعملية تشاركية هامة في لحظة تثبير الترشيحات النسائية من برنامان 2021 والتي ستكون للمنظم النسائية تأثيراً بالأتخابة في مستوى أشكال بشكل جماعي إلى تعزيز حضورها في الدوائم الخاضية لنفس التشريعات مروراً بالرفع من عدد حضور المنظلات داخل المجالس المتخدمة وفي رئاسة الجماعة الترابية ناهيك عن دعم حضور المنظمة في هياكي وتنظيمات الحزب سواء في المكتب السياسي أو داخل المجلس الوطني وفي مختلفين لجال الفرعية للمجلس الوطني وفي إدارة الحزب وإعلامه والأخي مؤسسته وانتهاءاً بتوفير قيادة حزبكم الدعم وجميع الوسائل لأقدم طماركم الوضع الأخي في مستوى جد راقي على جميع المستويات أطارت نجاحكم وانتراف الخصوم قبل إعجاد الأصدقاء ونودل بالتأكيد في الختام أن قيادة الحزب على يقين أن أعمال مجلس الوطني سيكلم بالنجاح وستجدد قرارته الصادقة للنظام لأن ما ينظرنا جميعاً كبير وتقيل طلب الجدية المطلقة والتضحية للجسيمة والحضور الدائم للأشراء والجرأة في مواجهات كثيراً من الإشكالات والقضائية التي هي موضوع لقاش المجتمعي والحضور الدائم للأشراء وأعمالها ياجد المنظمة والحزب والإسهام العملي داخل مختلف الخطبات النضالية الوطنية عبر ممارسات نضالية وسياسية مغيرة وهو الالتزام الكامل والتقدير التام المسؤولية والقطع النهائي مع تقافة انتهازية الداتية الضيغة والتهافة على المناثل فعنتم منذ لحظة المؤتمر الوطني للمنظمة مناظبات أكثر مسؤولية وعليكم رهانات أكثر تعقيدات أتمنى أن تفيد وشعر السلام شكرا لكم سيد الأمي العام شكرا على الدعم المتواصل لقيادتنا للمرأة الطامية خصوصا وللمرأة المغربية عموما قناعاتكم تابتة من مرجعيتكم النضالية الحقوقية الديموقراطية الحداتية هدفنا جميعا هو التنكين سوسيو اقتصادي لنساء وتعزيز مشاركة المرأة في الحقل السياسي من أجل المساهمة في تنمية وطنية حقيقية الكلمة الآن سيدة رئيسة المجلس الوطني بن نيابا فتتفضل مشكورة السلامة